عايز اختك بقى في مشوار كده ونروحه مع بعض وهنرجع تانش اقولك في المشوار ده الاهلي بيخطط لايه في فترة الانتقالات القادمة فترة الانتقالات الصيفية تعال نروح خلال ايام الاخيرة بدأت لجنة التخطيط للكرة في النادي الاهلي بوضع خطة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك بالتنصيق مع السويسري مارس الكولر الذي عقدت معه اللجنة جلسة هامة مطلع الاسبوع الجاري لبحث اسماء الصفقات الجديدة وايضا وضع قائمة الراحلين وتحديد الموقف من المعارين وهي الخطة التي يكشف رقم 10 ابرز ملامح اولا مارس الكولر لديه رغبة قوية في تجديد دماء اللاعبين الاجانب بالفريق ويتطلع لصفقات من العيار الثقيل في المركات الصيفي وهو ما التعارض مع شروط النادي الاهلي المالية في الصفقات الاجنبية حيث طلب السويسري التعاقد مع ظهير ايصر اجنبي وكان خياره هو المغربي يحيى عطية الله لعب فريق سوتيشي الروسي لكن اللجنة ابلغته بصعوبة الصفقة بسبب المطالب المالية الكبيرة للنادي الروسي كولر كمان طلب التعاقد مع مكوينة لاعب سانداونز الجنوب افريقيا لكن لجنة التقديد بالآله ابلغته ان اللاعب ما زال عقده ساريا مع سانداونز لمدة موسمين ولن يفرد فيه ندي بسهولة وده في ظل المنافسة الكبيرة بين الناديين على البطولات الافريقية علما ان عقد مكوينة ينتهي في صيف 2025 ويمكنه تمديد لموسم اخر بموافقة الطرفين ثالثا ورغم طلبات مرسل كولر الخاصة باللاعبين الاجالم الا ان هناك قرار داخل النادي الاهلي بخفض صقف رواتب اللاعبين الاجانب وايضا تقليل الارقام المدفوعة في الصفقات الخارجية خلال الموسم المقبل وهو الامر الذي يتعارض مع طموحات كولر كما ان محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اتفق مع لجنة التقطيط على البحث عن عناصر محترفة واعدة باسعار مجبولة وفقا لزروف النادي المالية هذا الى جانب قرار عدم الدخول في اي مزايدات على الصعيد المالي في الصفقات الخارجية خاصة في ظل محاولات البعض رفع اسعار بعض اللاعبين المحترفين واستغلال اسم النادي الاهلي رابعا لجنة التقطيط بالاهلي وادارة السكاوتينج اللي هي ادارة الكشفين قدموا الى مارس الكولر في الجلسة الاخيرة قائمة ضمت عدد من اللاعبين ابرزهم مين بقى من مصر عمر الساعي وعبد الرحمن مجد اللاعباء الاسماعيلي بالاضافة الى عبد الرحمن البنوبي لاعب زد وايضا مصطفى اشرف المحترف في بروسيا مونشنجلات باخ بجانب مصطفى العشو محمد اسماعيل مدافعه فريق زد واحمد امين اوفا مهاجم امبي بجانب سيلبر جانبولا مهاجم يانج بويز السويسري للمفاضلة فيما بينهم واختيار افضل خامسا الاهلي حسم صفقة يوسف ايمان حافظ مدافع الدحيل القطري وحال استمرار محمد عبد المنعم وعدم رحيله نهاية المسم قد يتجه الاهلي لعدم التعاكل مع مدافع جديد لكن تم وضع بعض المرشحين تحسبا لرحيل عبد المنعم كما وضعت اللاجنة اسم محمد شريف مهاجم الفريق السابق والخليج السعودي الحالي ضمن المرشحين لتدعيم الهجوم والتواجد بجوار وسام ابو علي بعد رحيل انتوني مودست واقتراب رحيل كهرباء سادسا الاهلي خاطط ايضا لاستخدام مهاجم اجنبي صغير السن وهناك تنصيق مستمر بين كولر ولجنة التقطيط في هذا الملف لتجنم ما حدث في صفقة الفرنسي انتوني مودست ده كل ما يدور في النادي الاهلي بخصوص ما يفكر فيه في فترة الانتقالات القادمة في فترة الانتقالات الصيفية